بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس تربية بدنية والدفاع عن نفس درسنا لهذا اليوم هو التعرف على المفهوم اللعب الجماعي معاكم الأستاذ بدر ناصر الفيد قبل ما ندخل في درسنا نبغى نستعرض مع بعض متطلبات هدائل نشاط البدني الجيد والمناسب الراحة الكافية الراحة الكافية من فهم الراحة الكافية يوضح هنا لازم ناخذ احتياجنا اليومي من النوم الكافي ست ساعات إلى ثمان ساعات ثاني متطلب له التغذية السليمة أن تحتوي وجبات الغذائية على العناصر الغذائية المهمة اللي هي الكربوهايدرات والبروتينات والألياف والمعادن والخضار والفواكه والفتامينات ممتاز اللبس الرياضي المناسب أو الزي الرياضي المناسب اللبس الرياضي المناسب يوضح هنا أنه كل الرياضة لها زي خاص فيها وحذاء خاص فيها ممتاز هل حذاء كرة القدم أقدر ألعب فيه كرة سلة؟ أكيد يختلف هذاء كرة سلة يختلف عن هذاء العدو والجري ممتاز يا أبطال حوض السباحة يحتاج منابس خاصة العاب الدفاع عن نفس يحتاج منابس خاصة ممتاز بعد ذلك المكان المناسب والآمن لابد أن يكون مكان مهيئ وجاهز لأداء النشاط البدني وآمن بحيث أنه عناصر أو عوامل الخطورة تكون معدومة مثلا هل أمارس كرة قدم قريب من الشارع أو في الطرقات؟ أكيد لا هنا خطورة في ملعب كرة قدم بعد ذلك العاب الدفاع عن نفس تكون فيه مكان يكون فيها بساط الإحماية من أثناء الوقوع ومن تفاصل الصدمات إحماء قبل أداء النشاط البدني الإحماء يا أبطال ما هو الإحماء؟ وليش نسوي الإحماء؟ الإحماء هو تهيئة الجسم الإحماء هو تهيئة الجسم لأداء النشاط البدني وليش نسوي الإحماء؟ لتقليل لتعرض للإصابات لقدر الله شرب الماء أثناء وقبل وبعد أداء النشاط البدني شرب الماء أثناء وقبل وبعد أداء النشاط البدني الآن نجاهزين تعرفنا عن المطلبات هذه بعض المطلبات الأساسية المهمة تعرفنا عليها الآن نبدأ ندخل في الإحماع بس نشوف المطلبات موجودة للا مكان مناسب الزي يرياضي مناسب نأخذ الإحماع لكي نبدأ المارس النشاط البدني جاهزين الإحماع يا بطال يلا مع بعض التمرير الأول المشي في المكان التمرير يستعد ابتدي 1-2-3-4 مشي 2-3-4 ممتاز 2-3-4 حسنت 2-3-4 مشي 2-3-4 ممتاز 2-3-4 2-3-4 ممتاز 2-3-4 أحسنت 2-3-4 ممتاز 2-3-4 أحسنت 2-3-4 أحسنت 2-3-4 أحسنت 2-3-4 حصورة ضغط يمين أربعة عدات والشمال أربعة عدات التمرير يستعد ابتدي 1-2-3-4 سار 2-3-4 أربعة يمين 2-3-4 يسار 2-3-4 يمين 2-3-4 يسار زراعين جاء من رفع شدي زراعين دوران زراع الخلف إلى الأمام لم يستعد يبتدي واحد اربعة احسنت اربعة دوران اربعة ممتاز اربعة احسنت اربعة اربعة ممتاز اربعة آخر مرة جماعة قف زراعين نسوق التمرين الرابع التمرين الرابع عكس التمرين السهل دوران من الأمام من الخلف التمرين استعد يبتدي واحد اثنين اربعة احسنت اثنين اثنين اربعة دوران اثنين اثنين اربعة ممتاز اثنين اثنين اربعة احسنت اثنين اثنين اربعة اخر مرة جماعة قف رينس والخف التمرين الخامس يبطال ذراع اليمين بارتفاع الفخد على مستوى الحوض تمرين استعد يرتدي 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ممتاز 2 أحسنت 2 ممتاز 2 أحسنت 2 أحسنت 2 فوق 2 ممتاز 2 آخر مرة جماعة قف ممتازين ناخد نفس بعد نفس احسنت التمرين السادس ضم القدمين نزول امام اسفل ملامس اطرافه صابع اطرافه صابع قدمين يبتدي واحد امين ثلاث اربعة خمسة ستة سابعة اطلع اربعة خمسة ستة سابعة انزل اربعة خمسة ستة سابعة اطلع اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سابعة ثمانية ناخد نفس التمرين السابع يا ابطال التمرين السابع فتح قدمين نزول امام اسفل مع بعض تبين استعد ايه تبي انزل واحد اثنين ثلاث اربعة اطلع اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سابعة ثمانية انزل اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اطلع اثنين ثلاث أربعة آخر مرة جماعة طيب الى هنا وصلنا الى نهاية اللحماء الان جاهزين ادخل دل سنة يا بطال اللي هو ايش ممتاز تعرف على منظوم اللعب الجماعي اللعب الجماعي اذا قلنا جماعي يعني ايش تكون من ثنين او اكثر ثنين او اكثر اللعب الجماعي يجنب الطفل الوقوع في برثان الملل فيصبح مع شريكه في اللعب اكثر حبا واستمتاع بالالعاب التي بين يديه ويوفر اللعب الجماعي لاطفال اكتاب وتبادل المهارات فيمكن ان تكون لكل طفل طريقته الخاصة في التعامل مع الالعاب وهنا توفر فرصة تبادل وتناقل المهارات بين الاطفال المشتركين باللعب انا اقول لك الان يا بطال انت يا لعب الجماعي وش فاهيتها اولا تبادل خبرات انا استفيد منك وانت تستفيد مني صح اثنين انت لعب الجماعي ممتع نمسط مع بعض انا لو العب الحالي كرة القدم ما قد اشوت الكرة العب الكرة كذا ما راح استمتع ولا راح اتطور بس انا لو لعبت معاك كرة القدم كلنا مع بعض انت بتعلمني وانا بتعلم منك صح يا بطال كذا بنتطور الخبرة اللي عندك تعطينيها وانا باخذ الخبرة اللي عندك والمهارة اللي عندك بتعلم منها وانت بتعلمني انا بعلمك كيف تربق كرة بالراس انت بتعلمني كيف اصوب هذا تبادل الخبرات واضح يا بطال نجي الان هنا في الصورة واضح الان بعض الالعاب الجماعية نشوفها الآن واضحة قدامنا طوائد اللعبة الجماعية بناء الثقة إنه أنا ألعب قدام ناس أو مع ناس أكون واثق من نفسي صح اثنين بناء الاحترام احترام إيش أولا احترام الشخص اللي قدامي اثنين احترام قوانين اللعب هذه شيئة مهمة جدا تنمية المهارات الاجتماعية مثلا تخاطب تحدث هذه كلها أتعلمها ونائش أمارس الرياضات غالبا الجماعية لحصولها مهارات أفضل في العمل الجماعي تشتير مشاركة الأسرة بحفاظ على اللياقة البدنية زيادة الروح المعنوية طيب سولفنا التو قبل شوي مع بعض عن بعض الألعاب الجماعية نبغى نعيدها مرة ثانية ونشوف مثلا مثل ايش أحسنت كرة قدم كرة قدم تلعب 11 لاعب ضد 11 لاعب قدام جمهور أحسنت وغيرها كرة الطائرة أحسنت كرة السلة اللعبة الجماعية هي تكون من 2 أو أكثر هذه تسمى اللعبة جماعية هذه أني أنا يكون فيها اللعبة 2 أو أكثر اللي مارسون اللعبات الجماعية يا أبطال كرة قدم الأمريكية بيسبول كرة سلة كرة يد كثيرا للعاب الجماعية كرة شاطئ يد الشاطئية كرة قدم الشاطئية كرة طائرة الشاطئية طبعا الشاطئية يعني تلعب وين ممتاز إلي قدام البحر أحسنتم بعض الأمثلة هنا في الصورة واضح لنا بعض الإلعاب الجماعية طيب الآن أخذنا في مفهوم اللعبة الجماعية طب نبقى نشوف لعبة مع بعضنا نسويها لعبة جماعية نشوف الآن يقول لك فوق وتحد اسم اللعبة سهل فوق وتحد يجري التلميذ في انتشار حر وبعدها الصافر يشير المعلم بيده الأعلى أو أسفل في يقوم التلميذ بالجلوس على أربع إذا شار لأعلى أو الوقوف في علمشتين مع رفع زراعين عاليا إذا شار لأسفل طيب بالعرب يعني أسرح لك الآن عكس الاتجاه أنا نجري مع بعض يرا خلو نجري مع بعض نجري مع بعض إذا أنا رفعت أجدي فوق شنسوي أجلس ومتاز وإذا سر تحت أوقف إذا الشر شر التسار أروح وين أروح يمين وإذا الشر تيمين أروح أروح يسار يلا مع بعض نلعبها يلا نجري في مكاننا كنا نجري 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 لو شرت من هنا أين نروح أروح من هنا لو شرت من هنا ما نروح أروح من هنا كنا مع بعض لو شرت هنا يلا كنا نجلس واضح الله بقى يرطار أقول لي يغلط نصفق له نقول له أنت خاسر هذه لعبتنا جزء بسيط من العاب الجماعية يا أبطال ممتازين طيب نبغى نعرف مع بعض إيش معنى مفهوم اللاب الجماعي هو أنه أنا ألعب مع شخصين أو أكثر صح مثال عليها ألعب كرة قدم كرة سلة كرة طائرة ممتازين أي لعبة لعبتنا توقع خدناها جماعة فوائد اللاب الجماعي تنمية مهارات وتبادل خبرات هذا جزء من الفوائد ممتاز يا أبطال أحسنتم إلى هنا يا أبطال يكونوا صلنا لنهاية درتنا لهذا اليوم وكان معكم أستاذ بدر ناصر الفهيد ترجمة نانسي قنقر